اشتركوا في القناة 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 لا أعرف ريحته لبنية تقوية كما يمكن معدنوس تحتش برشا مع الكرافس اما حتى الورقة متاعه معدنوس اما ريحه لا نحكي لكم يعني ريحة كرافس هكذا لماذا حصلوا اني على الاخر معناه قلبي يوجع فيه وفا ما شكون بزهر بش يجيت عشاء بحثينا عذا عرفتوا كل قلت يا ربي ديما ما كنتي تهبل وما كنتي بنينا وما تظلش وكل وقت اللي سيجي بحثي بش نعمل معناه روز هك اما حمدوله لبس لبس طلع بنينا على الاخر ومش عارفة هو معدنوس وقالك رافس للتو منش عارفة والله اكاو حمدوله حمدوله اللي عش يجي بنينا يعني ربنيت قصية قصية البصلة عندي شوية سفنيريا وبالزهر عرفته ديما نطيب ونعملوا كل وقالي بش يجي بش كوم بش عشاء بحثي منش عاملة سلاطة منش عاملة بريك عرفتوا كل سبحان الله وكاو خاطر الحق ما ما في باليش كان في باليش كقدرني حضرت وعملت وكل شيء قصية الخضرة ونعملوا بالكبد ما عملتوش ما عملتوش ما عملتوش بالكبده ما عملتش بالكبده ما عملتش بالكبده شفته انس 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 ما قلت حتى لو كانت على كرافز خليها شوية شوية اكاولاني جبت الكبده قصيتها الحمدولله والله جيبين على الاخر عملتو بحرحر هكا وكل حصيله بنا مش نورماء ساعتك انهار يتعدالك يتعدالك يخف لف ما تحسش بيه الجملة ساعته انهار يبدو طويل يتقضي وتعمل وتقعد مع ولادك وتحرك وهو تلقاه ما زلت حتى بذي ساعة ما جيتش ساعت النهار ما تفقس بيه كيفيش تعدى والله ما حليه وانهار اللي يتعدى خفيف اما كيبدو عندك شوية هكا مسؤوليات وراك ما تحسوا تعدى وانتي مش مرتاحة اكاول هني حطيت لبنية الفايح متاع الروز اني نحط فيه كوركم فلفل اكحل هده كعودو قرنفل نحط فيه شوية كليل اعناع شايح فلفل احمر وشوية كروية نحبو بالكروية الحقيقة كيفيففاح العصبان احنا عنا اكاول خلطو قدسط لعم نحنك لا يوجد كبدا لا يوجد كهوه لا يوجد كبدا ايضا لا يوجد كبدا وانهار اللي بني قبل جلبان غالب ان شاء الله تكون مازلتت موجودة في السوق كهوهو خطرني ما عنديش جلبانة في الجودير ان شاء الله تكون موجودة بش معنى خبئ منها اش عارفها ما زلت ولا ما عادش ودك الحمص خسلته زادا نقصت على ما نجم الروس فلي متل عادية نوصل نطيب حتى كيلو عادي خسانك يبدأ بالسالسة نطيب كيلو ولا كيلو غير شوية خسانك نعم فرز الجربي نقص شوية على الكيلو مانا حطيت دوبة شوية هذيك هذيك كيلو هذيك اللي صابته هذيك كيلو جزت حطيت منه شوية كيمو غدو لكم ما حالو نقص يعني ما طيبوش كيماليا متل عادية والله حتى زادا معنايا قدو لكم ما شكونت عشاء باحدينها كفا وفا وقعدت سحرنا منه ولولاد زادا فطروا منه ومنه غدوة كملو لولاد حمدول الله أبرك الواحد عنده شكون يفطر في الدهر قال يفطر للتاكل لكن زيد نعمل لهم كعب عظم زيد ساعتا كنشوي لهم حاجة كهو يفطروا بيه كهو حطيت لبنية الروز يتفوق وليهني بش نجي نعمل معكم باتي وقالها بقلاوة مالح حصلوا المهم عملتوا معاكم برش مرات في القناة واختروا استخدتها من عنده هنا هو نوها نبوسها بوسها كبيرة حصلوا لبنية نفس المقادير اللي عملتوا معاكم توا عميل تالي 500 جرام فارينا عليهم غرفة متاع ملح عليهم غرفة سكر السكر مش لازم خاطر مش مش نحط خميرة وحطيت باكو خميرة العجينة دي اللي بنيت سهلة لا عجنان ولا تخمير لا تحبش لا عجنان ولا تخمير أسهل ما ما فما أسهل ما تنجمه طيبه وحاجة بنينة على الأخر يعني عندي تقريب 90 مليلتر حليب يعني كاس هكا متوسط حليب وكاس زيت سامحوني كاس زيت وكاس حليب تقريب 90 مليلتر هكاك باش نبسسك الفارينا بالزيت ناباتي كاس زيت ناباتي اللي بنيت خاطر زيتوني يكون كوي وحطيت كعب عظم اني في بالي عملت لكم بليش عظم مما كاكي حبيت ان زيتها بإضافة من عندي حطيت كعب عظم من عشير وسيت وقت عطت هالي بالعظم او لا لاني وقت ختمتها معاكم في الفيديوهات بليش عظم وحطيت لبنيت بليش عظم لن نعجن بالميك ونعجن بالحليب وليش عجني الراهوة لما نحاول ان اللم من عجنش تطلع تتبثبت تطلع بنينة محليها ماش كما الخبز المحشي ولا فمته اللي بنيت مهيش نوعية هذيك هذيها نوعية تبدأ تتجرمش محليها تبقى بنينة وتبدأ هيك مخدومة بالزبدة ياسر ياسر بنينة ولهني في اللخ اللي بنيت بعد ملمية العجينة نحط مغرفتين متاع زبدة ونخلط جيت تشبه لك تقوش علينا خادمين باتتي معناها بك العجينة المورقة وهي حاجة هكما ترى لا عجنين لا توريق لا حتى شيء نجمة تعملوا بها بقليوة مالحات نجمة تعملوا بها باتتي كل واحد وكعبته اني زربني الوقت في بالي بش نعمل كل كعبة واحدها دي جاء عملتهم معاكم مني في برشة فيديوهات في بالي كل كعبة واحدها ما عنا بش نعملها هكا كيما مني سوفلي حاجة كما هيك يعني اما صراحة ما كفانيش الوقت قد خلي نزل بروحي بش هيكا ما نبداش معاشق الفطر نبدأ مربوز ده وكا وكل خليت البلاتو بش نعملها الكل في بلاتو هذي غلط فيها شوية مش غلطة هي ما يعني الحقيقة العجينة هذية متاع زوزو بلاتوات مش بلاتو بركة امين عملت وعملت غليضة يا طلعت اه طلعت غليضة بالباهي معناه متاع زوزو بلاتوات كمش تعملوها لبناتي اما تعملها في بلاتو كبير اما في زوز بلاتوات صغار هو ضي بلاتو يعني كما بلاتو تارت نور المورد عملتها في طبق كبير بش العجينة متكونش معناها هكا غليضة ولا تبقى غليضة وكل شيء بش حتى يتكلوها تكلوها بسهولة لاني اه حلتها على في البلاتو شوفوا سال المورد بش خصك ازادة كبيرة انا هيتعاون فيها على اقل انا حضرت وهي وهي هكا تعمل كيما حبيت نعملها بسهولة صغار اما هي شيء ما زلت قد الطرف مش حابت اكواء لاني لبنات عملت بطاطا اه بطاطا مقلية ولا انا قليتها بليش زيت ستقولي ولا نكتة زيت زيت نسيت حتى مرشيتها بالزيت بطاطا مقلية وحطيت طيبة استردجاج وكبدة بطاطا مقلية بطاطا مقلية وحطيت فيها شبع جبونات واكهو كنا عندكم معدنوس نجم تحطوه معدنوس اما انك مقدوركم معدنوس شي كافيه مهوش معدنوس مش عارفة كطاب حسيتو معدنوس قد حطيتش تحب تحطوه زيتو تحبو تحطو حطو وحطيت طبق الفقانيق بطاطا مقلية من شاء الله والله العظيم تشبع على الأخر تجاك لنا تقريب شطرها ومنو غدوة يعني خليتها نزيد معا حاجة وبره معنا حاجة سيلة قلت نعمل مرقة نعمل كامونية حاجة كيك خاطر عالية بالبيهي لابنت الطبقة العجينة قبل ان نصف فيها الخليطة البطاطا والجيش لاني عملتها بالفرشيطة وانقبتها بالفرشيطة بشطيب لم يكن تطيب لتقعد نية شوية عملتها بالفرشيطة بالباهي وحطيت بعض الطبقة بتاع العطب والجيش ومن بعد حطيتها طبقة الاخرانية ودنتها كما شفته بأصفر عظمة شوية حليب وكهو وكيف تقوم بعمل البطاطا ونعرف ما تقوله ونعرف ما تقوله ونعرف والروز يطيب كهوهوه حتى لم تكن فاقوس ونعرف مصلاة فاقوس بعد قلت زاد الروز بكله خضره وشربة عدس يعني خضره في خضره ما تقوم بعمل ما تقوم بعمل ما تقوم بعمل ما تقوم بعمل كيف يبدأ عندك ما تقوم بعمل زيته كهو الحمدلله وكهو الواحد المهو متعاشا كهو ما تقوم بعمل وشي بالخضره قلت لوله بالحق هكهو الروز طاب الروز كيب يبدأ فيه بزيته مع بنوس وصلق ولا سبنيخ ولا حاجة في صيتي مفيش روح جملة نحب ان كبدا هيك مستحمر يبدأ عرفته هيك حر شوية متعليم نحبو شكل تقريب بجميع المطيات نصور بكلنا كيك من فضلك عليكم راولي بني عنده صغار ويبتا عنده مسئولية وقرأت الولاد وكل ما عنا ونهار بيم الكوجينة والمعون اذا كان المقرسة كالمعجون والله برغم كل شي والله تعبها راني نبتعامل جو والله راني نبتعامل جو على الكوجينة الي مددى على الكوجينة كبيرة والدار صغيرة لكي لا تأخذ مني وقت الدار مستهى كبيرة وقال بيم الكوجينة كبيرة انه نبتعامل جوAH قبل عوض الحامل ان شاء الله توقضوا ونعمل معكم روتين في الدار سبتوا لحد نهاية نعمل الصالح ونهاية نعمل البيوت يرجعوا للصغر يقراروا متى مرتاحة على الأقل على الدار وكل شيء في الدار ما فيهيش حاجة كبيرة لمحظم الله على وجوره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كهوة ملتقي و تي اشباط نتخاروشي من سلسل نس 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 مريض شوية إن strong شوية شوية حه counselor فيش شكرا